أكد وزير المالية أحمد كوجوك التزام مصر بثلاث أولويات على المدى القريب لضمان الاستقرار المالي والاقتصادي وتحفيز القطاع الخاص وخلال لقاء نظمته مؤسسة EFG Hermes أشار وزير المالية عبر الفيديو كونفرانس لأكثر من ستين مستثمرة مؤسسيا أجنبيا إلى المضي بكل جدية في بناء جسور الثقة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال المحلي والأجنبية بجانب استخدام أدوات السياسة المالية المتنوعة لزيادة دور ومحاسبة القطاع الخاص وتمكينه من قيادة الأنشطة الاقتصادية كما أكد وزير المالية تحقيق فائض أولي قوي بقيمة تسعين مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالية ما يمثل أكثر من أربعة أضعف المحقق في السنوات السابقة